مرحبا بكم عقد جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردغان في عمان اليوم مباحثات تناولت أليات تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة وكذلك مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية وتم التأكيد خلال مباحثات ثنائية تبعتها موسعة جرت في قصر الحسينية بحضور كبار المسؤولين في البلدين التأكيد على أهمية مواصلة التشاور والتنصيق بين الأردن وتركيا تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع أفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية وبحث جلالة الملك وفخامة الرئيس أردغان جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات الرئيسية التي تواجه دول الإقليم وشدد على أهمية إدامة التنصيق في ضوء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وأكد فخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردغان أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والدور الخاص الذي يطلع به الأردن لتحمل هذه المسؤولية هذا ورحب جلالة الملك عبد الله الثاني بالجهود التي بدلها فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردغان بصفته رئيس القمة الإسلامية خلال الأزمة الأخيرة في القدس الشريف واتفق الزعيمان على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا عبر مسار جنيف وبما يحقق طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة الأراضي السورية وينهي العنف والمعاناة ويحقن دماء السوريين ويسمح أيضا بعودة اللاجئين